اشتركوا في القناة في القناة النادي الالي والنهاردة اول تدريب للفريق بعد الحصول على اجازة وراحة 48 ساعة بعد المباراة الاخيرة واستعدادا لمباراة وادي دجل ان شاء الله يوم الجمعة القادم مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد كل التحيليك وكل مشاهدين متابعة قناة الالي في كل مكان اخبار التدريب بالتأكيد طبعا الفريق راجع بعد اجازة وراحة 48 ساعة ممكن ما حصلت من فترة طويلة بعد استيناف النشاط لكن ما لمسته داخل ملعب التيتش واستعداد الفريق لمباراة دجلة والحضور والاستعداد بالنسبة للمرحلة القادمة في البداية طبعا اعتقد يعني القرار كان مميز جدا من الجهاز الفني اكيد بقيادات ريني فايلر ان يكون فيه 48 ساعة راحة لان التلاحم كبير جدا ومجهود كبير اللعيبة متلحقش محمد طبعا يعني الريكافري بيكون بسيط جدا تلاحم وضغط كبير ومجهود طبعا بدني ودهني كبير جدا فيه المباراة فكان لابد يكون فيه يعني اي ايام والحياة يمكن الفرق بين المباراة دي ومباراة الاخيرة طبعا مباراة ومباراة ودي دجلة القادمة نقدر نقول كان فيه خمس ست ايام فاكيد كان الجهاز الفني قرار رائع جدا نكون فيه 48 ساعة على ان يواصل بقى النادي الاهل استعدادته النهاردة نقدر نقوله النهاردة التدريبه يكون الاول لفريق النادي الاهل استعدادة للمباراة القادمة ومباراة ودي دجلة اكيد يكون فيه جهد كبير وشغل كبير جدا من الجهاز الفني واللعبين ليستمر النادي الاهل ان شاء الله في سلسلة الانتصارات والاداء بقى اللي بنتمنى ان شاء الله مع كل المباراة بنتمنى اداء النادي الاهل يزيد لكن بنلتمس العزر اكيد لكل العيبة النادي الاهل على الضغط الكبير اللي فيه اللعبين انا عايز ابدأ معك بامر مهم جدا ساعة 3 او ساعة 2 ونصر شفت حسين الشحات متواجد داخل النادي الاهل الى الجيم نبدأ نقول حسين الشحات يعني ان شاء الله باذن الله خلاص بدأ المرحلة بكل قوة المرحلة طبعا التأهلية او البرنامج الموضوع ليه خلال الفترة القادمة ان شاء الله باذن الله تدريجيا كده حسين الشحات مع مرور الايام ومع التدريب ان شاء الله الفترة القادمة يكون على اكمل وجه ويبدأ ان شاء الله باذن الله يشارك مع فريق النادي الاهلي للمباراة بطولة الدور العام أيضاً كمان عايز أكد لك وقولك النهاردة أن التدريب يكون فيه جمل تكتيكية كبيرة جداً وفيه تصحيح الأخطاء بشكل كبير جداً وده اللي يمكن واضح من الجهاز الفني النهاردة يمكن أقدر أقولك في هذه اللحظات فيه محاضرة فنية لمستر ريني فيلر المدير الفني لفريق النادي الآلي لتصحيح الأخطاء لأيضاً كمان الشغل الكبير اللي هيفزل لمباراة تودي ديجل لأن المباراة تكون قوية بعيداً عن ترتيب الفرق اللي بيقابلها النادي الآلي لكن كل مباراة بتكون لأي فريق منافس بتكون مباراة بطولة زي ما أنت عارف زميلي محمد سعيد أمام فريق النادي الآلي فإن شاء الله بإذن الله كل الأمور وكل الظروف تكون وهيقى ليه فريق النادي الآلي عندنا غيابات وعندنا لعيبة راجعة من الإصابات لكن أبرز طبعاً الغيابات أنت عارف علي معلول حصوله على ثلاث انزارات يعني أكدنا قولنا أكتب مرة عايزين للفترة اللي جاية لعباتنا تكون الاحتكاكات يعني ما يبقاش فيها احتكاكات قوية كمان الاعتراضات على التحكيم ما يبقاش فيها اعتراضات لأن محتاجين جهود كل اللعيبة بالزبط طبعاً يعني قدر أقول طبعاً هي فرصة وفي نفس الوقت يعني خلاص احنا بنقدر قول كل لعب متواجد فيها القائمة إن شاء الله كالعادة يكون على قدر المسؤولية شفنا محمود وحيد بيشارك بكل جدية وأعلن جهزيته بشكل كبير جداً فيه المباراة الماضية لكن يعني أكيد إن شاء الله الفترة جاة مش عايزين نفقد أي لعيب من اللعيبة المباراة كلها متلحمة الكل إن شاء الله يكون جاهز خلال المرحلة القادمة بيعود لنا كمان أحمد فاتحي بيعود لنا ديانج فيمكن معا اللعيبة اللي بنتفقدها لكن بتتعود إن شاء الله في كل اللعيبة اللي بترجع من الإقافات أو بترجع كمان من الإصابات تنقات لكن ان شاء الله يكون قادم افضل يا محمد ان شاء الله. طيب. ديانجي موجود في التمرين. شفته النهاردة في الملعب. عشان باقي استعد ان شاء الله المباراة القادمة بعد ما كان سافر رحلة رحلة قصيرة للمالي لتجديد جواز الصفر اكيد. وعمر السلية كمان لو نطمئن منك الاصابة تحديدة ممكن بيسبوع عشر تيامب الكتير ولا الجهاز الطب بقال لك بشكل رسمي. يعني هبدأ معك بعمر السلية طبعا يعني ممكن عمر السلية كان متواجد النهاردة. يعني قدر قولي محمد من عشر الاربعتاشر يوم. ده اللي ممكن اكد عليه طبيب النادي الالي خلد محمود. يعني ان شاء الله عمر السلية على حسب طبعا استجابته لها الاصابة. ممكن تكون اقل من كده. لكن انت عارف يعني الجهاز الطب للنادي الالي بيحاول ان هو يكون الجهازية كاملة عشان يقدر لعبة النادي الالي تدخل فيها تدريبات الجمعية تدريجيا. ديانج كمان يعني قدر لك حتى هذه اللحظة. من الممكن يكون متواجد داخل غرف خلع ملابس. لكن لسه ما فيش لعبة النادي الالي ما ظهرتش حتى هذه اللحظة على ارض النادي الالي. وقدر قولك خلاص يعني اللحظات بسيطة جدا. وهيبدأوا ان هم يكونوا متواجدين يقدر تدريبا النادي الالي. لكن ديانج ان شاء الله يكون جاهز بكل قوة. وده اللي اكشد عليه. تعرف كان فيه لغة كبيرة جدا على عمر ديانج محمد. لكن ديانج ان شاء الله يكون متواجد عمر الصلاة هو اللي يمكن فقدناه الفترة اللي جاية. لكن ان شاء الله كل اللي موجود كالعادة يكون على قدر المسئولية. والقادم يكون افضل ان شاء الله لفريق النادي الالي. تمام. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم احمد من ملعب مختار التتش بي كزيرة. ونقل لنا الصورة بشكل طيب جدا بالنسبة للمرحلة القادمة استعدادا لمبارات وادي دجلة. طبعا يفضل اللغة دايما موجود حول النادي الاهل. وعايز اقول لكم على حاجة الناس على السوشيال ميديا ما تزعلش. دايما البطل او دايما الملك صاحب الصدارة والمركز الاول بيكون هو اللي مرسود من كل الجهات. سواء اندية منافسة سواء اعلام محايد او حتى موضوعي او اعلام حتى ممكن يكون تابع لاندية اخر. لان انت دايما في الصدارة. انت دايما رقم واحد. فدايما انت بتبقى السبوت كله عليك. دايما كده الصمرة او الشجرة المسمرة دايما بتكون بتتحدث بالطوب او الناس دايما بتبص عليها بشكل مباشر. لان دايما انت على طول ناجح دايما ماشي بشكل كويس. فعلى طول هتلاقي الناس بصلك. ليه عايزي بقى زيك. مش بصص لنفس انه عيشان هنجح ازاي. لا دايما عايزي بقى زيك. فمش هيعرف يشتغل طول مباصيص لك. لكن النادي الاهل واخد خط واحد. ان هو بيشتغل عشان دايما يفضل رقم واحد. عشان كده عمر ما تسمع من الاهلي او من اعلام الاهلي او من النادي الاهلي اشاعة تجاه نادي اخر. عمرك ما تسمع نقد ضد رئيس نادي او اي نادي اخر. ليه? لان احنا عندنا اتراك واحد بنشتغل عليه. بنشتغل لمصلحة النادي الاهلي وبنشتغل عشان دايما نكون في المركز الاول. عشان كده السوشيال ميديا الناس ما تزعلش. طول ما انت كبير هتلاقي دايما الصغار بيفكروا فيك وبيبصوا عليك. طيب نروح لتريند الاهلي ونشوف ايه الكتب على السوشيال ميديا من خلال تريند الاهلي. وانا استعرض معاكم من خلال الشاشة الكتب على الاهلي في السوشيال ميديا. اول حاجة من خلال صفحة الوطن سبورت اللي بتكلم على فكرة. وده طبعا من خلال الصفحة الرسمية ليهم على تويتر. قالوا ان الاهلي بينتظر التتويج بالدوري رقم اتنين واربعين. ولكن في محطة مصر. هنا يوصف في محطة مصر يعني محطة نادي افسي مصر. لما ان شاء الله تصل لهذه الجولة. يكون النادي الاهلي بإذن الله خلال الفترة القادمة محقق عدد نقاط معين. ووصل لحوالي اه خمس انتصارات او ست انتصارات في الفترة القادمة. ساعتها هيكون الدوري رسميا حسم مع الجولة التمانية وعشرين او التسعة وعشرين ابن نهاية الموسم بحوالي خمس اسابيع. طيب نكملين معاكم برضو. ونشوف ايه اللي بيتكتب على النادي الاهلي من خلال الصفحة الرسمية لسوبر كورة. وده من خلال الفيسبوك. وكتبوا فيه ان فيلر بيجهز محمود وحيد للدفع به اساسيا في مباراة الاهلي ضد دجلة. طبعا ده هيكون موجود اساسي في الظل انه طبعا علي معلول بيغيب بالانذار التالت ومش هيكون موجود في مباراة تودي دجلة. مباراة دجلة على فكرة مباراة صعبة جدا لان دجلة مع تغيير الجهاز الفني بيلعب مباراة طيبة وبيقدي كورة بشكل فني عالي جدا. وعندهم حارس مرمى. رغم ان طبعا اديم وصاحب خبرات كبيرة. لكن في نفس الوقت برضو من الحراس اللي دايما عنده سجال مع مباراة الاهلي. طيب صفحة الاهرام قدامنا على الشاشة. ويه بيتكلموا دي صفحة الرسمية للاهرام على الفيسبوك. وبتتكلم على ان الاهلي بيسعى لتأمين السلية وتمديد عقده لاربعة مواسم قادمة. ده كلام بالنسبة للمرحلة الجاية بخصوص عامل السلية. على حسب ان فكرة ان اي لاعب عندك ممكن يكون باقي في عقده سنة او سنتين. بتحاول تشتغل على تجديد التواقط وتمديد العقد بالنسبة للمرحلة اللي جاية. عامل السلية احد الركاز الاساسية في خط وسط النادي الاهلي ومنتخب مصر. فبتحاول تنهي هذه الامور مبكرة. جدد للشناوي لساعد سمير. عندك عامل السلية ممكن بعد موسمين عقده ينتهي. تمدد كمان موسميني باربع مواسم. عندك اليو ديانج. خلال الساعة اللي جاية ممكن يكون فيه حاجة طيبة بالنسبة لللاعب والنادي الاهلي. يتم تمديد التعاقد بالنسبة ليه في المرحلة اللي جاية. عشان الفترة الجاية ان شاء الله تكون مشى بشكل كويس. مكملين معاكو برضو في الترند الاهلي والوطن الرياضي. من خلاله الاهلي ينهي تصريح سفر القهربة لرحلة المغرب لمواجهة الوداد المغربي. ان شاء الله محمود قهربة بعد مباراة القادمة مع الحرس الحدود ان شاء الله يكون جاهز لمباراة الاسماعيل. وان شاء الله بعدها يكون جاهز للمباراة المحلية. وفيه امور كسيرة جدا متعلقة القهربة لفترة الجاية. بالتأكيد محتاجين نشرحها لكل جماهيرنا. لكن في هذا التوقيت اخرج الى فاصل ثم نواصل.